وفق مجلس النواب على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على أن يستكمل لمناقشة المواد الموضوعية في جلسة قادمة جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ووصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بإحالة رئيس المجلس عشرة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تلا ذلك مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية إن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعي محمود ندعمه ونسانده قد نختلف في الوسائل والآليات إلا أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الحقيقة أن ما فيش تنمية حقيقية من غير صحة جيدة الدستور المصري بيحدد في المدة 18 الحقوق الأساسية للمواطنين في حقهم في الصحة والحقيقة برضو أن من واقع الأرقام في الموازنة وفي الحسابات الختمية خلال السنوات الماضية شفنا قد إيه في تحديات كبيرة في مجال الصحة وفي القطاع الصحي طبعاً اشتراك القطاع الخاص والأهلي في موضوع بناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة ده يصب في صالح المواطن المصري وإحنا طبعاً بالنادي كثيراً بأهمية اشتراك القطاع الخاص في مثل تقديم مثل هذه الخدمات من جانبها أكدت الحكومة أن فلسفة هذا القانون تستهدف زيادة الخدمات المقدمة للمرضى دون تحمل أي أعباء إضافية لافتة إلى أن الدستور كفد للمواطن الحق في العلاج بجودة سواء من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة هذا ورفعت الجلسة على أن يتم استكمال مناقشة باقي مشروع القانون في الجلسة القادمة وذلك بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ اشتركوا في القناة